اشتركوا في القناة لا اه بدها تعود الشعوب ترفع راية هداية البشرية والصحابة والصحابة قبل ما يكونوا قبل ما يكونوا مؤمنين كانت قبائل عربية متصارعة بين بعضها البعض ويقتل بعضها البعض وغزواته فروسية وكريم وحت شوية تعديل في عقيدتهم واذا بهم اشي خارق وهذه الامة بتصير اشي خارق اه ولكنكم تستعجلون ما هو مش اجع على الرسول الصحابة رضوان الله تعالى عليه اجع على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برد له في صحن الكعبة يعني الا تدعو لنا الا تستنصروا لنا ايش هذا اذا بده الرسول شو يقول يا رب انصرهم ما هو بده ينصرهم ما هو وعدهم اصلا ما هو بده ينصرهم وعدهم طيب يسبتولي انكم يعني مؤمنين احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون اعيدها احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون مقابل ايش يعني يعني بتحسبوا احنا بنعطيه في الجامعة ناجح وهو نايم نايم ولا سهر الليله مش هيك بعدين الكلام اللي قلناه عدة مرات دلو عمه عمره ما بيفلح في ايشي دلو عمه بيفلحش كن قال لك دمار ومش دمار طالما هي اتدمرت المانيا اتدمرت المانيا واتدمرت اليمن طيب ببساطة طالما الانسان موجود طالما انسان موجود خلاص ان هو انسان انسان الوعي واما اذا انسان متخلف واما اذا انسان على رأسه جواسيس بظل قرون بظل قرون ومش بسبح له ولا وراء بظل لوراء اذا لا هذه صناعة هذه صناعة للامة انتوا الان في مرحلة تاريخية في مرحلة تاريخية عظيمة هذه اللي بدأ تحسن فيها الامور وينفتح امام الاسلام عافا قائلة بكرة بتتذكروا بتصيروا تقولوا اه والله شو كاينين احنا اه واذا ظنون بالله الظنون وبلغت القلوب الحناجر طب فيه الاله المتصرف الاله المتصرف ونريد ان نمنى على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونوريا فرعون بقى فرعون واحد دون فراع هنا كتير وين احشر انا وين احشر ونوريا فرعون وهامانا وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون اللي بيحذروا رح يشوفوه اللي بيحذروا رح يشوفوه طب والتماديات والاخطاء والتفاصيل كله بصير وكله دروس يعني غادرت محطة التخلف ففيها اشكال والوان هالاشكال والالوان هاي الموجودة من خلال الممارسة وما تدفع من ثمن رح تتخرج وتعرف الحق وتعرف الصح اذا ما اللي بيعرفش الصح اه وبوقع في الغلط بكون تصحيحه من خلال غلطه وما يدفعه من اثمان والمسلم ما بدفعش ولا ثمن المسلم الصادق بدفعش ولا ثمن لانه ما يصيبه لصالحه فيش شي اندي دعسات ثمن الا اذا المقصود انه باع 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 لله ربح البيع فيش غيرها وبالتالي فيش مصائب بالنسبة للمؤمن هي الدنيا اختبار بده يثبت نجاحه وانه وعلا قضية الموت الكله باصطني الكل 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 اله كله ميت كله ميت فيش وطير وبعدين اذا اذا انتو الان في لحظة تاريخية ان شاء الله يعني مش معناته انا بدي حددلكم سنين لا لا بس هو بتوقع انه زوال اسرائيل اقل من سبع سنين هذا زوالها دولة دولة يعني اما اليهود شو بصير فيهم بدريش هم اصلا مع وجود الدولة وبهربوا قاعدين مع وجود الدولة وبهربوا قاعدين كسينجر لما توقع سياسي يعني هو اقراءة سياسية ايوة لا 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 لانه في ستاشر وكالة استخباراتية كي بترفع للرئيس وللمتنفذين في الولايات المتحدة وقلنا انه ميزانيتها سبعين مليار قالوا لهم الان لازم نفكر في في مرحلة ما بعد اسرائيل شو يعني يعني تحكوش اسرائيل تحكوش اسرائيل لمطلع الرجل هذا هذا اي بحوث هو مطلع عليها اي اشي سري مطلع وزير خارجية هذا لا 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 مش انه قاري كتابنا يعني ها لا لا هذا الرجل سعلب سعلب السياسة الامريكية عمره الان واحد تسعين سنة اذا ما صار ش سنين ايوه ومهندس كم ديفيدو غيرها ها وكان هو اللي يروحه المكوك والتفاصيل ها كيسينجر هذا معلومات عنده هذا بحكي معلومات بحكيش تحليل معلومات عارف هو السياسة الغربية كلها وان رايحة انسوا ما هو للإعلان وبالتالي كثير ناس بيخطؤوا في تحليل اللي بيحصل بظنوا انه كله هذا من أجل إسرائيل لا لا علمكم الولايات المتحدة اكتشفت لليهود مؤامرات وجرائم على الدولة عندهم والان مغطي عليها والتعامل تحتي التعامل تحتي هدولها بظلهم الله ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء قداش بك يا مات ولا شي طيب كان درسنا اليوم مش هذا بس عادي شو نقول شو نقول نص دقيقة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم اللي بيحل في الفلسطيني برضو عم بتذوق من نفس الكاس نعم بتهتذوق من نفس الكاس من أجل تخريج ها؟